فانتاشر وأكبر دليل على كده أن كان فيه قصة كده كرأتها غريبة شوية وحبيت أعرضها على السيدة المشاهدين كان فيه واحد خلاص تقريبا هيطلع على المعاشة يتقاعد هو اسمه لورانس جون ريبل الشخص ده كان عامل حاجة غريبة جدا عشان يحتفل بأنه هو طلع على المعاش كان عندهم بنك تحت بيتهم فهو قرر أنه هو يسرقه نزع عشان يسرق البنك يسرق البنك وخلاص صبت كل الموجودين وأخذ مبلغ كبير جدا وكويس يأمن بين مستقبله وبعد ما عمل كده عمل حاجة غريبة جدا يا محمد والكل استغرابها يعني جاب كرسي وقعد في النص المكان في البنك ورح قاعد كده وقال لهم اتصلوا بالشرطة ايه الحاجة الغريبة دي بدأ بقى الوقت يقعد دي تيك توم خلاص الشرطة وصلت قبضوا عليه خدوا المحكمة أكيد هيبقى فيه استغراب كبير جدا من من القاضي فسألوا وقالوا انت ليه سرقت البنك وقعدت فقالوا يعني انا اصلا نازل اسرق البنك مش احتياجي للفلوس انا عايزة تسجن قالوا عايزة تسجن ليه قالوا عشان ما عودش مع زوجتي في البيت فتخيل فمن نسباله المساجين اهوى بكتير من مراته وفي الاخر القاضي حكم عليه بحكم صعب جدا يعني لو تتخيل الحكم ان هو يعني حكم عليه بستة شهور سجل مع لقوبة المشددة في اكتر مكان بيقراه في الدنيا في البيت يعني تخيل يعني هو جاي يهرم البيت قعدوا في البيت قعدوا في البيت يعني برضو الجريمة لا تفيد